يعتبر القطاع السياحي أحد القطاعات الواعدة التي تعاول عليها الحكومة في تنويع مصادر الدخل باعتبار أن السلطنة تمتلك مقومات بيئية وثقافية وتاريخية يمكن استثمارها في تنمية هذا القطاع بالإضافة إلى استقطاب المشاريع السحية القادمة للسلطنة والاستثمار الأجنبية استطاعت القطاع السياحي بالسلطنة أن يلعب دور بارز خلال المرحلة الماضية واستطاعت الوزارة أن تقع من السلطنة في الواقع وجهة سياحية عالمية وأخذت موقعها على خارطة السياحة العالمية وكذلك الإقليمية وراه هذا الإنجاز طبعاً مجموعة من الأسباب أهمها طبعاً وكما يعلم الجميع السلطنة تتميز بإمكانات سياحية هائلة في الواقع وموقعها الجغرافي أيضاً كان أحد الأسباب الرائدة في هذا الجانب بالإضافة إلى أن المفردات السياحية التي تتميز بها السلطنة جعلها دائماً تنفرد عن بقية الأسواق السياحية في المنطقة الاستراتيجية شاملة للقطاع السياحي التي تنفذها وزارة السياحة بهدف استثمار كافة المقاومات الطبيعية في السلطنة هي إحدى الجوانب الهامة التي ستعمل على إعادة صياغة الواقع السياحي في مختلف محافظات السلطنة خاصةً وأن هذه الاستراتيجية تستمد رؤيتها من خصوصية المجتمع العماني نعمل الآن في الواقع على إعادة صياغة الاستراتيجية للمستقبلية للوضع السياحي في السلطنة للمرحلة القادمة وحتى ثلاثين سنة أخرى نعمل من خلال هذه الاستراتيجية أن نعمل على إعادة صياغة فلسفة التنمية السياحية في السلطنة وعلى أيضاً وضع أسس ومعايير جديدة تبنى عليها السياحة في السلطنة وقد تم تكليف في الواقع شركة عالمية من أجل القيام بعمل ذرغسات بلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 أكثر من 719 مليون ريال عماني بزيادة بلغ 18% عن النسبة التي بلغتها القيمة المضافة للقطاع والمقدرة بأكثر من 609 ملايين ريال عماني في عام 2011